مع استمرار تسلل العناصر الإرهابية من سوريا إلى العراق كيف ممكن أيضا أن يؤثر هذا الملف الحدود وملف سوري جانب الملف العراقي. كيف يمكن يؤثر على التركيبة الأمنية داخل أراضي العراقية من وجهة نظرككم؟ نعم هذا صحيح الحدود ليست مضبوطة كما يجدر أن تكون الوضع في سوريا مازال غير مستقر وبالتالي هناك إمكانية لتسرب المتطرفين من سوريا إلى العراق لذلك أمريكا مازالت تحافظ على قواتها في العراق لتكون لديها صورة أفضل على المستوى الاستخباراتي أمريكا لديها طائرات مسيرة وأقمار استناعية متطورة جدا يمكنها أن تتابع الوضع على الأرض ويمكنها أيضا أن تعطي هذه المعلومات للقوات العراقية لأن كل ما يتعلق بالاستخبارات والمراقبة من قبل القوات الأمريكية متطور إلى حد كبير ويسمح بالتأكد من أن داعش لن يكون لديها مجددا موت أقدم في العراق هذه المهمة عبر التكنولوجيا المتطورة تعتبر أساسية بالنسبة للعراق سؤال سياسي هنا أسأل عن بعد الانتخابات الأخيرة والنتائج على الأقل الموجودة الآن هناك حكومة أيضا قادمة كيف تقرؤون من الوضع الحالي كيف تقرؤون التغييرات وكيف يمكن أن تنعكس على الجانب الأمني في نواحي سواء كانت في كردستان رناطق كردستان العراق أو بالنسبة للحكومة المركزية سؤال آخر ممتاز ما نراه الآن هو توافق بين أمريكا والعراق لتحويل المهمة من مهمة قتالية إلى دعم واستشارات سياسية وكما قلت ذلك لن يغضب العراقيين الذين يريدون مغادرة أمريكا الكثيرون يريدون بقاء الأمريكيين ولكن هذا القرار مجددا هو قرار سياسي إيران لديها نفوذ كبير في بغداد الآن ولو كانت إيران مسؤولة الآن لطالبت الحكومة العراقية أمريكا بسحب قواتها في الوقت ذاته أمريكا ما زالت موجودة للقضاء على داعش وبطريقة أو بأخرى إن ذلك لمصلحة إيران أيضا أما مع الانتخابات الآن فنرى كنتيجة أن أمريكا الآن فضلت أن لا تتكلم عن مهام قتالية رغم أنه بإمكاننا أن نستعمل القوات الجوية والطائرات المسيرة إن طلبت القوات العراقية ذلك فأمريكا ما زالت لديها قدرات لحماية قواتها ولحماية العراق وتدريب الجيش العراقي والقوات المسلحة العراقية ولكن من الناحية السياسية فقط نقول أن العمليات ليست عمليات قتالية هذا مجددا هو قرار سياسي لتسهيل بقاء القوات الأمريكية لمصلحة الدولتين أنتم في واشنطن وحاليا في منطقة خارج واشنطن لكن تعلمون وتعرفون واشنطن هل هناك أي مخاوف من عودة خلايا الإرهاب للنشاط في العراق وهل هناك أي تحفظات من بعض الجهات في واشنطن على موضوع إنهاء المهام القتالية وتحويلها إلى استشارية طبعا هناك دائما مخاطر في أن تعود بعض الخلايا الاستخباراتية إلى العراق مع كل التغيرات التي حصلت منذ عشرين عاما الولايات المتحدة الأمريكية ستحافظ على وجود لها الأمر يختلف طبعا عن أفغانستان حيث الغالبية في البلاد من ديمقراطيين وجمهوريين كانوا يحبزون الانسحاب ولكن الانسحاب من أفغانستان كان مزلا وقتل 13 جندي أمريكي ولم يكن ذلك ضروريا وفي العام 2011 كان هناك ضغط لانسحاب أمريكا وسحب الرئيس أوباما القوات الأمريكية ثم ظهر داعش وعطنا إلى العراق من عام 2014 أعتقد أننا تعلمنا الدرس من الوضع في العراق وفي سوريا لو سحبنا القوات بشكل كامل فسيؤدي ذلك إلى عدم استقرار بالنسبة للحكومات هتوا على مستوى النفط أيضا لأن المخزون النفطي في المنطقة في العراق وفي الكويت في دول الخليج هو من الأكبر في العالم سيد جافري نعم وبتالي هو أمر مهم أن يكون هناك استقرار بالنسبة للأسواق النفطية العالمية أيضا شكرا